مشاهدين ومتابعين بكل مكان أحييكم وقدم لكم برنامج الرماية في أسبوع هذه الحلقة ضمن مجموعة حلقات إن شاء الله راح نقدمها بمناسبة إقامة بطولة قطر للرماية بالشوزن راح نتعرف خلال هذه الحلقة على أهم التفاصيل وأدقها من خلال الجهاز الفني والإداري ورئيس الإجراء المنظمة لهذه البطولة تابعوا كل هذه التفاصيل من خلال برنامجكم برنامج الرماية في أسبوع الحمد لله أنت تتكلم عن 200 مشارك في هذه البطولة الجائزة الكبرى الحمد لله يعني 200 مشارك ما جوا من فراق إلا طبعا باكتشافهم ميدان لوسيل من أفضل الميادين في العالم التنظيم اللي موجود من أحلى التنظيم طبعا وجوائز قيمة في هذه البطولة وهذه بالعكس يعني احتكاك للجميع ولا تنسى يعني الأوروبيين يعني شاردين عن البرد من منطقتهم جيين هنا الطبيعة حلوة شوف الميادين يعني من أحلى الميادين في العالم ونتمنى إن شاء الله التوفيق يعني هذه بعد بالعكس يعني تعطيك احتكاك وفرصة لن معظم أبطال العالم موجودين الله تشوف مثل ما تشوف حنا يعني قاعدين ندرب وأوش هي مرحبا بكم في بطولة قطر وبالفعل يعني الأعداد اللي تتقول عليها كل ما لها تزداد هذا يدل على أن البطولة صارت محطة نظار الرما في العالم وخصوصا النخبة من الرما فهذا شيء يشرفنا في قطر واستعداداتنا مثل ما نشايف يعني نحن على قدم وشاق لأمرين أول واحد وهو الأهم أن نحن نحصل على المراكز الأولى سواء أنا أو غيري أخواني من الشباب أو أخواني الرما اللي الله يوفقهم يكون يوم يوم البطولة يكون يومه يرمي بتجلي والشيء الثاني أن نحن نكسب أكثر عدد من الرما يجوننا من صفوة الرما يجوننا عشان نكتسب معاهم نحتك نكتسب مهارات نشوف أشياء جديدة قطع جديدة ستايل جديد يعني أي شيء جديد يطلع في العالم النخبة هذولا دايما يجون ويطبقون عليهم أو يستخدمونها على أساس أنهم يرون العالم أن هذا شيء جديد لما يختلطون مع الرما الخاصة الصفوة أو الرما اللي تعودوا على الأرقام العالية لما يختلط معه ويشوف طريقة رميه ويشوف طريقة توقفته شون طريقة تسديده شون مسكة الإسلاح شون تعامله مع الزيرو لما يجيه زيرو شو يتعامل معه هل يغضاب هل ينسى يعني كل الأشياء هذه تنفع الكبار قبل الزار موسيقى كيف استعداداتكم من هذه البطولة؟ موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البطولة هذه كثرة الأقبال الرماح عليها بسبب أنها قبل البطولة المكسيك التي فيها طبعا كوتات ومثل ما نشايف أقبال الرماح بشكل كبير ورماح عالميين ولمبيين نحن نسوي علينا نجتهد نكثف تماريننا مهل ما نشايف يعني ما عندنا إجازة نقاعدين تمارين بشكل يومي وإن شاء الله نحن ننجز في البطولة موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البطولة قطر المفتوحة للشوزن أصبحت من البطولات المهمة التي الكثير من الرماح العالميين والولمبيين يحرصون على أنهم يكونون مشاركين فيها طبعا أول ما بدنا التفكير في البطولة هذه وضعنا خطة أنها تكون في توقيت مناسب خاصة الرماتنا الاحتكاك مع الرمات العالميين في نفس الوقت الرمات العالميين في هذا الوقت يكون عندهم برد وتكون عندهم الفرصة بسيطة هناك للتدريب فوجود البطولة في الدوحة في التوقيت هذا بيكون الجو مناسب بالنسبة للرماتنا وبالنسبة للرمات العالميين الشيء الثاني دائما بطولة قطرة تكون من أول بطولات في الموسم ففي أي تغيير في أنظمة الاتحاد الدولي أو أي شيء تطبق أول ما تطبق عندنا في البطولة فهذا عطى بطولتنا أهمية بالنسبة للرمات والحمد لله بدنا نوصل يعني مثل ما قلت وصلنا إلى 200 رامي ورامية وصلنا إلى تقريبا 33 دولة مشاركين بالإضافة إلى رمات أولمبيين بدأوا يوصلون ويشاركون معنا فالحمد لله البطولتنا هذه وضعنا التوقيت بحيث أن أكثر الرمات بعد الانتهام من البطولة هذه يشاركون في أول بطولة كاس عالم اللي بتكون في المكسيك فمثل ما نشوف يعني نتوقع النتائج تكون كبيرة نتوقع أن يكون فيه كسر للأرقام والحمد لله يعني رماتنا أثبتون من البطولات السابقة وأنهم يقدرون يعني ينافسون الرماه العالميين في هذه البطولة تقدرون تتواصلون معانا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك والتويتس والانستغرام ولا تنسون السبسكرايب واللايك دائما نخلينا في مقدمة القنوات في أمان الله